أمين تحل علي أن أعملت وبركت الآن وكل آوان ظهر الدهور كلها أمين يذكر معلمنا لوقة البشير في إنجيل والدهس هذا الصباح المبارك أن كان في أيام هيروديس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبي وإمرأته وإمرأته من بنات هارون وإسمها ألي صدات وكانت لهم بارين أمام الله سالكين جميع سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم شهادة جميلة جدا لزكريا وألي صدات مذكورة في الكتاب المقدس أنهما كان بارين وكان سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه وكان بلا لوم ومع ذلك كانت هناك ديقة في حياة زكريا وألي صدات والضيقة دي كانت أنه لم يكن لهما ولدا بدون شك زكريا وألي صدات كانوا بيصلوا كل يوم علشان ربنا يرزقهم ولد ولكن لم يرزقهم الله ولد لفترة طويلة جدا إلى درجة أن ربما كل اللي حواليهم ويمكن هما كمان فقدوا الأمل في أن هما يجيبوا أولاد وخاصة نظرا لكبر سنه ولكن كانت للهما وعيد تانية مختلفة وكتير نحن عارفين أن الله بيستجيب إلى الصلاة ولكن استجابته أحيانا بتكون في حاجة في الاستجابة بتكون بطريقة من ثلاثة أنه بيستجيب على طول أو أنه بيستجيب بعد فترة أو بيكون الإجابة بتاعته لا الطلبة دي مش مناسبة لكم ودي تعتبر استجابة أيضا استجابة بالنفي مش معنى كأنه بيتكاهل الصلاة ولكن بيجيب بالنفي أن الطلبة دي مش صالحة للإنسان اللي بيطلبها كتير بنعلق على الموضوع دوا ونركز عليه ولما الإنسان بيجد أن الله لم يستجيب لصلاته لمدة بيرجع يتذكر موضوع زكريا والإصابات أو يتذكر موضوع إبراهيم وصارى أو يتذكر موضوع حنى أم صامويل وخلافه ويقول يمكن ربنا لسه مش هيجيب تلبتي دلوقتي أو يستجيب إلى صلاتي دلوقتي لكن يمكن بعد شوية ويمكن لو الواحد لقى أن تلبته لم يستجب لها خالص يقول يمكن دي ما جانتش إرادة ربنا عادة دول الحالتين اللي إحنا بنفسر عادة يعني بنفسر بيهم عدم استجابة الله لصلاتنا بس الحقيقة في حاجة تلتة أخطر من حاجتين دول يعني إذا كان لم يستجيب الله لأن الطلبة لا تتناسب مع إرادة الله أو لم يستجيب الله لأن الطلبة هيستجيب ليها بعد شوية دي حاجة كويس هتليست عارفين أن ربنا يستمع إلى صلواتنا ويستجيب إليها حتى لو كانت الاستجابة لأة وحتى لو كانت الاستجابة بعد شوية لكن الموضوع اللي عايز أكلمكم فيه النهاردة الحقيقة أخطر من كده شوية لألا أن احنا نعلق على الموضوع ده نعلق على الطريقة دي كل عدم استجابة لله أحياناً الله لا يستجيب لسبب أخطر من ده بكتير جداً 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 أنه لم يستمع إلى الطلبة دي من أصله لم يستجيب لأنه لم يستمع إلى الطلبة دي من أصله الناس تستغرب تقولوا إيه ده مش إحنا عارفين أن ربنا بيسمع كل الصلوات وربنا ده ده اللي علموهن في مدارس الأحد ربنا بيسمع لكل الصلاة آه طبعاً ربنا بيسمع لكل الصلاة بس السؤال دلوقتي هل صلينا؟ إزاي؟ تعالوا مع بعض شوية كده نشوف إمتى ربنا لا يستمع إلى الصلاة وفي فرق بأن ربنا لا يستمع إلى الصلاة وربنا لا يستجيب إلى الصلاة فرق كبير جدا في معظم الأوقات بنفكر زي ما قلت من شوية إن ربنا لم يستجب إلى الصلاة لكن في أوقات كتيرة ربنا إيه؟ لا يستمع إلى الصلاة من أصله من أول الحاجات اللي بتخلي ربنا لو يستمع الى الصلاة ان احنا نفسينا في واقفة الصلاة بتاعتنا بنكون بحاجات تانية الى بلجة ان احنا ما نكونش مركزين في الصلاة اصلا فهو فعليا مش بنصلي يعني ممكن اكون نزلت من البيت وركبت العربية ودو وسقع برا وفي سنو في الارض وكده وجد لغاية الكنيسة وواقف في الكنيسة ولكني بالحاجات اللي هعملها بعد الكنيسة بالحاجات اللي طلبينها من الاولاد بالحاجات اللي في البيت بالسواء او انا مروح بالشغل بكرة الصبح بمشكلة عندي في البيت بمشكلة في مصر بمشكلة في الشغل مشاكل كتير فطول ما نواقف في الكنيسة مخي شغال ودستراجت مش قادر اركز في الصلاة الاسم اني جيت الكنيسة والاسم اني واقف جوا الكنيسة ولكني سو ديستراجت ده ممكن واحد يكون ديستراجتت بايه بالتليفون بتاعه كل شوية بص على تكست كل شوية يبعد تكست طب ده بيصلي اه من وقت للتاني اول ما رأى ابونا بيقول يا ابانا لازي في الصلاة ابانا لازي في الصلاة لقد قدس اسمك هل هو صل حاجة ما صلاش وعشان تدى الصلاة بتاعته دي لم يستمع اليها ربنا لان هو اصلا مصلاش ممكن يكون ردد كلمات مع المصليين في الكنيسة او مع الشمامسة او مع ابونا ولكن هو فعليا ما صلاش فربنا لم يستمع الى هذه الصلاة ربنا لما جيه قلنا نصلي قال لنا لازم تصلي من غير ديستراجتشنز قالها فين دي في الموازع الجبل لما السيد المسيح كان بيتكلم عن الصلاة في اسحاح ستة في متى اسحاح ستة قال اما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نهاية يعني ايه ادخل مخدعك واغلق بابك اغلق حواسك اقفل كل مصادر الديستراجتشنز اللي ممكن تدخلك اقفل الباب عليك وقف انت وربنا وبس وصلي ده المسيح اللي بيقول لنا الكلام ده لو انا واقف ديستراجتشنز طب لما يجي حد ويقعد ورا خالص في الكنيسة ويبقى مشغول بالعيال ولا انا ما لا تيجي لحواليه والدنيا تقدر بتقلب ويبص على كل واحد داخل وبص على كل واحد خارج طيب بيصلي ازاي انا عايز اعرف انا كل مرة في الاوداس بقول يا جماعة اللي وقفين ورا انا واقفين ليه انا بقول لهم ته مش لان الموضوع مش موضوع النظام ولا حك الموضوع موضوع انا عايزهم يصلوا وانا عارف ان هو طول ما اواقف ورا فيه الف حاجة تعمل ديستراجتشنز اصل الدستراجتشنز نوعين فيه دستراجتشنز خارجية محيطة بيه وفي دستراجتشنز داخلية تيجي من جوه الدستراجتشنز الخارجية يعني انا واقف مشغول باللي حولي واحد عدة واحد راح واحد جي عيل عيت طبعا لو واحد معا طفلة او واحدة معا طفلة وقفة ورا علشان لو الطفلة عيت ولي هاي دول ليهم عذرهم انا مش بتكلم على دول انا بتكلم على الشخص اللي جاي وملوش اي سبب او اي معنى او اي لازمة ان يقف ورا واقف ليه انت مش جاي تصلي ما تدخل تصلي مكناس فاضية لما تدخل قدام هنا انت قريب من هيكل قريب من الزبيحة قريب من الايقونات تقدر تركز وتقفل كده عينيك ودانك وتقلق بابك وتركز مع ربنا ساعتها هتصلي لان الصلة اللي بتقولها ورا دي اكشة ليه يمكن مش صلة من اصل طبعا مش الكل يمكن الكل يقدر يركز الديستراكشنز الخارجية دي انا اقضى رقف تليفوني اقضى رقف في مكان هادي اقدر اغمض عيني وما شوفش اللي حوالي دي حاجات خارجية ديستراكشنز جاه من برة اعلى من كنترول واقدر اركز عليها لازم ادخل الى مخداعي واغلق بابي اما الدستراكشنز الداخلية اللي بتهجمني من داخلي انا فدي برضو ربنا بيقول عليها ايه بيقول لما اتكلم على محبة الانسان لله قالتو حب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك مشكلة الفكرة دي مشكلة كبيرة جدا الواحد يبقى واقف هتكلم عن نفسي يعني هبقى واقف جوه الهيكل ويمكن قدام المسبح بصلي وتلاقي الشيطان راح جاي بقى افكار في دنابي اتكلم عن نفسك من جوه ما فيش حاجة تتتتتتت من من بره الدنيا كويسة فيش حاجة الهيكل قدامي المسبح قدامي واقف الزبيحة قدامي واقف وصلي ما فيش من الخارج ولكن الشيطان ما يسكتش يقول لي الفكرة الفلانية الموضوع الفلاني المشكلة الفلانية ده من الداخل آسف طب دي نعمل فيها ايه دي اشتنبي بعث افكار لدماء اكسرسيز بسيط كده تدريب وحي بسيط اعملو لان انا بقع في المشكلة دي ولسه من اسبعيل لما اعترفت قلت الكلام بالقبع اعترف قلت له اواقف جوه ليه كنا بعترف قدامكم وقلت لكم هوا علشان ربنا يرفري الخطايا دي ببقواقف جوه الهيكل واحيان دماغي تشك في اي موضوع في اي حاجة في اي فكرة خطايا كبيرة جدا فدني تدريب حلو بديهولكو دلوقت قال لي كل ما تجيلك فكرة صلي من اجل هذه الفكرة كل ما تجيلك فكرة صلي من اجل هذه الفكرة يعني انت واقف تصلي في الكنيسة وعندك حد مريض او بكرة في عملية لحد من احبائك او لي او خلاف وانت بتصلي جشتان يقولك العملية بكرة وهتعمل فيها ايه وطريقة اللي هيحصله هتروح امتى وتسا الفكر جا ديستراكتد تعمل ايه تصلي من اجل العملية دي يا رب حولت الفكر اللي بيديستراكتي لايه لصلوة يهرب الفكرة اللي عطولها استواجتان بعد شوها يقول لك ايد هو انا كل ما بعتنا الراجل ده فكرة يحولها ده انا علمتوا الصلاة هو ما كانش بيصلي انا كنا بعت له فكرة يحول الفكرة بالصلاة بقى اخدر لما يصلي شوها صغرين بقى بيصلي طول الوقت لا ابعد عنه حسن طريقة للجهاد ضد الشطان تقولي طب هو اشتان يجونا معقول يكون بيهجمك جوه وانت واقف في الهيكل وانت واقف قدام زيبها اقول لك الشطان ده جريء جدا وما عندوش يعني اي اعتبار لأي شيء انتو فاكرين في قصة ايوب يقول الكتاب كده كان داتا يوم انه جاء ابان الله الملايكة جايين ليمثلوا امام الرب فقفين قدام العرش الالهي وجاء الشيطان ايضا في وسطهم الشيطان بكل جرأة ييجي في وسط كل الملايكة اللي متجمعنا عند ربنا وامام الله نفسه وداخل كده بكل جبروت يعني معهم ما يختشيش الشيطان فاللي خلاه يعمل كده قدام ربنا مش هيعمل كده في الكنيسة لا هيعمل كده في الكنيسة تقولي يعني الشيطان يحاربني جوه الكنيسة الشيطان يحاربك جوه الكنيسة ده احلى وقت عند الشيطان يحارب فيه المؤمنين جوه الكنيسة هو عايد شوفهم هم هيصلوا امه هيحاربهم في العالم بره امه وردي مدوشين في العالم بره لكن هو يحاربهم يوم ما يقفوا يصلوا ساعة ما يقفوا يصلوا او جوه الكنيسة او جوه الهيكل او هو راح يتناول هو ده الوقت اللي حرشتان قوي انه حاربنا فيه بيحاربنا فيه بالمحاروات الداخلية الداخلية داخلية دي وانا ديتكم النهاردة مفتاح الحل تعمله ايه في اي لحظة تكون فيها انت في مكان مقدس سواء في مخدعك بتصلي سواء ماسكي الاكبية بتصلي سواء في الهيكل بتصلي سواء في الكنيسة بتصلي وتلاقي اي فكرة جات لك دي مش دايه من اي حد غير الشتان بيحاربك ترشم علامة الصليم وتصلي من اجل هذه الفكرة وربنا ينصرك على الشتان من ضمن الحاجات الاخرى او الاسباب الاخرى اللي بتخلي ربنا ما يسمعش الصلاة خالص احنا قلنا الحاجة الاولى ان ربنا ايه احنا ما صلناش اصلا احنا ديستراكتد وكلام البنودة بس عاديين ايه ان نكرر كلام كده لكن احنا مركزين ولا فكرنا ولا حاجة مركزة في الصلاة فبالتالي ربنا ما اسمعش الصلاة ده خالص الحاجة التانية الصلاة الظاهرية الصلاة الظاهرية يعني انا متفق مع ابا اترافي اصلي كل يوم صلاة بكر امسك الاكبية وافضل اصلي اصلي عمال اقول كلامه وخلاص ولا انا فاهم اللي بقوله ولا انا مركز في اللي بقوله انا بس عمال اشوف علشان عندي معادي مع ابا اترافي بعد كم يوم فاروح اقوله انا مواظب على صلاة بكر فعمال اكرر كلماته خلاص دي الصلاة الظاهرية واحد مشغول قوي في كنيسة باللحن او بدقة اللحن او بحسن الصوت او بخلافه واقف اه الاسم بيصلي لكنه في الحقيقة ايه صلاة ظاهرية واحد في الكنيسة بيربد مع الشامسة لحن معين وبيقول بشفاعة والاية الاله ولا هو مركز في والاية الاله ولا مركز في طلب شفاعتها بس واقف يقول به شفاعة واقف صلاة ظاهرية خارجية من بره تبدو ليه هو اولا قبل من اي حد تاني يعني ان هو بيصلي لكن هو في الايان بيصليش طبعا هو لما عمل كده لا العدرة سمعت الصلاة دي ولا ربنا سمع الصلاة دي علشان يقبل شفاعة العدرة لانها اصلا محدش بيصلي ده كله ايه صلاة ظاهرية او زي ما سمعنا ان في مثلا صلاة العشار والفريسي لما كان الفريسي واقف بس قدام الكل رافع دي وعمال يشكر ربنا ولكن صلاة ظاهرية ده جيه في وقت من الاوقات ربنا رفض صلاة الناس تماما وقال لهم كده هو ان البخور بتاعك وده اللي بترفعه قدامي مكرهة ليه ولحين تبسطون ايديكم اسطر عيني عنكم وان كثرتم الصلاة لا اسمع لا اسمع مش لا استجيب احنا لسه موصلناش من دول الاستجابة ده خالص ليه يا رب كده الصلاة تعيدكم صلاة ظاهرية من الخارج فقط كل الناس جاي بزباح وعدين يقدموه جايبين بخور وعدين يقدموه طب حد بيتوب قبل ما بيقدم الزبيحة دي ما حدش بيتوب حد بيقدم الصلاة ده من قلبه لا كلها اوضار عام طقوس ظاهرية خلوا بالك يا جماعة كنزيتنا الابطية جميلة جدا 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 في طقوسها ولكن علامة خطر ناخد بالنوضاء نقوس خطر او حد يتوه في الطقس وينسى القدقس طقسين كبير وحلو والحانة كتير وجميلة بس للأسف كل حاجة ان لم تستخدم الطريقة بالطريقة السليمة تقلب لوضاء ويتحول الطقس الى مجرد يعني ممارسات ظاهرية وتتحول الالحان الى مجرد نغمات وننسى الصلاة وننسى العلاقة الخفية بيننا وبين ربنا من الحاجات التانية كمان اللي تنتبق عليها نفس الآية اللي ذكرتها ليه ربنا ما بيسمعش الصلاة ذكرها ربنا هكذا وقال ايه بعد الآية دي قال لانا أيديكم ملآن دمان في خطية في خطية موجود يبقى ان ربنا لا يستمع الصلاة بسبب الديستركشنز ربنا لا يستمع الصلاة بسبب ان الصلاة الظاهرية وربنا لا يستمع الى الصلاة اذا كان في خطية في قلب هذا الانسان ليه رب البخور مكرهة لك ليه يا رب حينما نبسط أيدينا تسطر عينك عننا وليه يا رب إن حتى كثرنا الصلاة لا تسمع يقول كده لأن أيديكم الآن دمان اغتسلوا تنقوا يعني توبوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عينية كفوا عن فعل الشر تقول يا رب ما بتستجيبش ليه صلاتي الموضوع اللي فيه دام بش زكريا وقالي صلات ولا بقى هي مؤساء لا دا عندي مشكلة بقى أكبر ربنا مش بيتأنى علي في الصلاة ولا حاجة ولا في استجابة الصلاة دا ربنا مش سمع الصلاة بتاعتي أصلا دا كل ما صلي يا شيح بوجهه بعيدا عني كده ليه يا رب كده يقول كف عن فعل الشر الأول وبعدين تعال أكلمني توب الأول وبعدين تعال أصلي انت يقف تصلي كما لو كنت بر في عيني نفسك أنا لا أقبل بخورك ولا أكبر صلواتك ولا أقبل صلاتك عندما تبسط يدك إلي موضوع خطير جدا موضوع الصلاة وإحنا في وسط الخطير بيقول كده لا تعود وتأتوا بتقدمة باطلة اعتبرت تقدمة بتاعتين وبخوري وصلاة تقدمة باطلة لأنه إيه لا يطيق الإسم والاعتكاف يعني إيه لا يطيق الإسم والاعتكاف يعني الاثنين ما مشوش مع بعض واحد عايش في الخطير وفي نفس الوقت بيصلي ويصوم طب تيجي إزاي دي لازم يحيى حياة التوبة لازم يقدم توبة عن خطاياه لكي ما يقبله الله ويقبل صلاته لأن وجه الرب ضد فاعل الشر يقول كده ربنا عن بعض الخطايا المميتة اللي ممكن إنسان يكون بيحيا فيها وهو مش أخد باله منها وقف يصلي كل يوم هذه الخطايا منها خطية الكبرياء على سبيل المثال يقول يقاوم الله المستكبرين اخضعوا لله اتضعوا قدام الله فيرفعكم عايز ربنا يرفعني لازم أتضع أمام الله لازم أعيش حياة الاتضاع لأن حياة الكبرياء بتفصل بيني وبين الله الخطية حائط ساميك جدا بين الإنسان والله وخاصة خطية الكبرياء لأن دي خطية تشتر نفسه كثير مننا يحيى في خطية الكبرياء من غير ما ياخد باله كلنا فاكرين نفسنا متوضعين طب نجي نختلف مع واحد في رأيه في حاجة تحصل ايه تظهر خطية الكبرياء قل لي واحد كان من الغلطان ويشوفها يعملين وفاكر نفسه متضع قوي فاكر نفسه ما فيش تقوي لما تتكلمه في منتلق اتضاع لغاية ما تقول لي ايه لأ بصراحة يا فلان انت غلطان في الموضوع ده يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو في خطية كبرياء كبيرة قوي في ذات ضخمة جدا خليوا بالك يا جماعة من ضمن الحاجات اللي بتبلوك صلاقنا وتوصلش ربنا هذا الكبرياء لا يمكن طالما فيه كبرياء مفيش صلاة وصل ربنا مفيش صلاة تطلع من سقف البيت حتى بتاعي خلاص انتهينا على كده الصلاة دي مش وصلة يا ربنا انه يستجيب هو مش سمعها أصلا من الخطايا الأخرى اللي بتخلي ربنا ما يسمعش حتى لتلبطنا هي خطية الايه الرياء ان الانسان يكون في حياته يحيا في رياء المتى صليت اعمل ايه لا تكن كالمرائين ليه لان المرائين انا مش بس مع صلاتهم أصلا المرائين يحبوا ان يصلوا قائمين في المجامة وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا لماس انهما أبرار الرياء بيفصل صلاة الانسان على الله وتخلي الملايكة مش قادرة حتى تشيل الصلوة دي وتطلع بيها على ربنا انهم عارفين انها من الصلوة ده بس بيصلي كده رياء ومن ضمن الحاجات الاخر مقطة المتى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء انت هتوقف تصلي اغفر الاول انا مش هسمعه قبل ما توقف ترف متى وقفتم تصلون انجيل معلوم مرقص ايضاً زلاتكم بتصلي ليه بقى ادخذ نام حسن ادخذ نام مريح ما هي كده كده الصلاة دي ايه ما لهاش قيمة يعني خلاص تلامها هي مش مقبولة مش مقبولة نام حسن انا نام حسن يا بونا بتقوللي طب قول لي جاهد للصلاة حاول توقف غصباً عنك قوللك لأ اصلا حتى لو قلت قصب على ان كنت معندكش نية الغفران الوقفة دي زي قلتها ملهاش لازمة انت بديع وقتك ربنا مش سامع والملائكة مش هتاخد الصلاوات دي ترفعها ايه ويبقى ايه لازمتها علشان توقف قدام ربنا لازم تكون عندك نية الغفران حتى لو مش قادر تغفر توقف قدام ربنا نية الغفران تقول له ايه يا رب اديني قلبه قدر اغفر واغفر لاخوك قل له خلاص انا رب قدامك بتعهد انا مش هجيب سيرت الموضوع ده تاني اكدنا الموضوع ده ما حصلش انا باغفر يا رب وكل ما اشتني حربك بعدم الغفران بتغفر تاني وتاني لو احنا بنطلب من ربنا الغفران ودي تلبتنا الاولى لو ربنا ما غفرناش خطايا ودنا العالم ده كله ما زيفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه انا بكسب نفسي بتلبى واحدة بس وتلبس الغفران عشان كده بنصلي في الكنيسة عشرات المرات يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم ليه يرحم تليه عشان يغفر لنا خطيانا ما هو بدون مغفرة مفيش ملكوت احنا عايزين للملكوت يعني لازم خطيانا تتغفر بتهم المسيح المسيح عمره ما هيغفر خطيانا الواحد ما غفرش لاخوه يقب انبقى وقتنا في التدين ده يا جماعة يقب انكون صريحين مع نفسينا ونقول خلاص انا مش ممكن اشيل في قلبي ضد واحد اي حاجة مهما نعملها ربنا يقول لي وانا كمان نشاشلك حاجة يعني انت كانسان غفرت لاخوك وانا ما غفر لكش ده حتى لما نقف قدام ربنا نقول له كلامنا نقول له يا رب انت وعدت انت قلت كده انت قلت كده احنا برب موت امسكين بوعدك احنا غفرنا لاخوتنا فانحنا رب بنطالب بالغفران احنا كمان نتكلم بقلب بقى مش متكلم عنوعة اشينا كويسية نتكلم بقلب عشان ايه عشان انت معانين في محبة ربنا ووثقين في وعد وانت وعدت يا رب وعمرك ما هتخلف وعدك فانا يا رب وقف قدامك وقول لك اهو يا رب ما فيش قلبي عمري ما كان قلبي شايل اساءة من حد عمري ما كرهت حد عمري ما ما غفرتش لحد بغفر لكل الناس ده احنا نصليه في ابانا اللازي كل مرة واسمعنا عوزات كتير قوي قوي عن موضوع اغفر لنا خطيانا حاجات كتيرة جدا ممكن تخلي ربنا ما يسمعش حتى صلاتي صلاتي بنطلب من ربنا ونقول له يا رب ادينا رب القوة ان احنا نمنع اي ديستركشن سواء داخلي او خارجي ادينا رب ان تكون صلاتنا صلاة حقيقية مش صلاة مظهرية من برا ادينا رب ان احنا نقي لبنا من الداخل من كل الخطايا ونعيش حياة توبة حياة توبة جميلة ما يكونش فيها كبرياء وما يكونش فيها تظاهر بالصلاة وما يكونش فيها اي شيء رب في قلبنا ضد اي حد ادينا رب نحن نغفر للجميع علشان يا رب تكون صلواتنا مقبولة امامك وتكون مستجابة لالهنا كل المجد في جنيسة الان وكل امان ظهر الظهور كلها امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة